أكثر من 1600 حادث مرور خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية بالمناطق الحضارية والريفية أدى إلى وفاة 2400 شخص وإصابة أزيد من 22000 انخفاض محسوس مقارنة مع السنة الماضية فقد تم تسجيل 16171 حادث مرور أدى إلى وفاة للأسف الشديد 2422 شخص وجرح 22003 شخص آخر إذا قارننا هذه الحصيلة بنفس الفترة من سنة 2019 يعني هناك انخفاض في جميع المؤشرات بالنسبة لمؤشر حوادث المرور انخفض ب16.96% بالنسبة لمؤشر القتلى انخفض ب14.93% أو بالنسبة للجرحة انخفض ب18.35% 95% من الحوادث المسجلة كان العنصر البشري هو السبب الرئيسي سواء بعدم احترام إشارات المرور أو السرعة المفرطة تبقى الأسباب المتعلقة بحوادث المرور يعني تقريبا نفسها منذ سنوات يبقى العامل البشري يسيطر على أهم الأسباب بحيث أنه أكثر من 96.50% سببه العامل البشري المركبة تشارك ب2% والمحيط ولا واحده ب1.40% إحصائيات مخيفة حول حوادث المرور في الجزائر فرغم الحملات التحسيسية والعقوبات المترتبة عن عدم احترام قوانين المرور إلا أن قلة وعي العنصر البشري تحول الطرقات الجزائرية إلى مكان لحصد الأرواح البشرية